اهلا وسهلا بكم انا معتد الزهاني ودي قناة كتب وسينما. فيلم سيفن سنة الف سعوية خمسة وتسعين واحد من اعظم الافلام وطبعا فيه تقييم اي ام دي بي هو من اعظم متين وخمسين فيلم. الفيلم من كتابة اندرو كيفن ووكر ومن اخراج الرائع جدا ديفيد فينشر. طبعا الفيلم فيه بقى من النجوم ويعني مهمين جدا زي مورجان فريمان وبراد الحلقة دي طبعا فيها حلقة كامل للاحداث ومنقشها للنهاية وموضوع اه اه راس الضحية وحاجات كتير ومواضيع وهتتكلم عن الكوميديا اللي هي وكده فلو مشوفتش الفيلم مش هتعرف تتابع معنا. بيبدأ الفيلم وبنشوف اللي هو مورجان فريمان طبعا هو المحقق بقى في الجرائم والكلام ده ويعني بنشوف موضوع بيتكلمه عن جريمة في الاول وبعد كده بنخش في المهم بقى جرائمنا عن الخطايا السبعة المميدة. هنبدأ بتمهيد بسيط عن ايه هي الخطايا السبعة المميدة والكتب المستخدمة في هذا الفيلم لانه كان فيه قايمة وهو يعني اه سمر سيد كمحقق طبعا اما شاف الجرائم دي في الاول او شاف اول جريمة ان واحد قاعد وبيقع عن الاكل والكلام اللي احنا شفناه فقاعد مكانه وبياكل بالعافية وطبعا ويعني حتى الموت والمسدس في راسه. فطبعا هو كمحقق بقى ومتقد الزكاء او الكلام ده ففكر ان دي هتكون يعني مش الجريمة الاولى وحتى كان قال كده للرئيس بتاعه ان يعني يعني الموضوع مش هيكون فيه يعني هيكون فيه سلسلة بعد كده. هو قال له حتى دي جريمة واحدة مش تلاتة. قال له لأ يعني هيكون فيه بعد كده جرائم. الخطايا السبعة المميدة هي يعني حاجة متعلقة بالمسيحية وكانت يعني في القرن الرابع كانت المهمة اسمها الخطايا التمانية. وفي القرن السادس البابا جريجوريوس طبعا هو اللي غير الموضوع وكمان يعني فيه تم التعديل واصبحت الخطايا السبعة. وقام عليها عدد من الاعمال منها يعني العمل اللي احنا هتكلم عنه اللي هو الكوميديا الالهية لدانتي. والكوميديا الالهية هي عمل كبير وعظيم وبيتكون من عدد من الاجزاء منها الجحيم يعني ظهروا بقى الجحيم فيه هو وشاعر روماني في زيارة متخيلة يعني ان هو بشخصه ومعاه واحد بيبقى خيابة في الاول وتيف فيها. وبعد كده بيروح الرحلة دي للجحيم والمطهر والجنة. بيتعذب بقى الناس في الكتاب وفيه التخيل بقى في زيارة للجحيم والكلام ده وقيل فرق من الجحيم والمطهر لان المطهر ده انت بتخش فيه وبتتعذب وكزا وفبتتطهر من خطاياك عشان بعد كده ممكن تخش للجنة بينما في الجحيم انت بتدنك تتعذب على خطاياك السبعة. ليه بقى اشرح الجزء ده لان ده كان من الحاجات المستقدمة في الجريمة لما المحقق سامر سيت اللي هو كان كتب ورقة بعد ما الجريمة الاولى حصلت والتانية وبعد كده الحب بقى يتابع يعني حصلت جريمة اللي بتاعت الاكل ورجل التخيل فدي كده عن شراها وبعد كده جريمة تانية ان محامي تم قتله ودي بقى موضوع الكتب كلمة اللي هي الجشع. وكان فيه كمان ورقة مرفقة عن قصيدة اه شاعر للشاعر ميلتون وهي عن فردوس المفقود. فكان سامر سيت هو كان يستخدم ورقة المحقق التاني اللي هو كان معاه في الموضوع اللي هو مفروض بقى ان سامر سيت ده خلاص هيطلع يعني ايه هيبطل شغل والكلام ده وميلز بقى هيمسك اه اضايا طبعا هو كان شايفه في الاول ان هو يعني ايه اه لسه يعني صغير ومش قد اضايا كبيرة زي كده وبتاع وبعدين هم كانت تعاونوا مع بعض. طبعا بعد معارف بقى ان الموضوع هيكمل وان الجرائم دي متسلسلة وشايف بموضوع اه اه ان مكتوب بقى الجشع فعارف بقى ان الموضوع هيدنه مكمل وبدأ بقى يتابع ويروح المكتبة عشان كده بقول لكم الكتب دي فهو ادى ورقة فيها طبعا اسام الكتب قال له تقرأ اه عن دانتي وانتر بيري تيل او حكايات هي مجموعة برضو مؤلفة من عدد من القصص بتدور حول شوية قصص بيقولها البعض مجموعة من الحجاج باختصار شديد مجموعة من الحجاج طالعين من لندن لزيارة اه ضريح للكتس توماس والكلام دي فكل واحد بيقول اه قصص وهم راحين في الرحلة دي وعلاقة ده بالخطايا السامعة المميتة اصلا طبعا احنا قلنا ان دانتي مرتبط بالخطايا السامعة المميتة ولكن هنا برضو في القصص بتاعتهم دي كان كل واحد بيقول قصة ساعات بيكون حاسس مسلا اه منهم بعضهم بيكون حاسس بزنب جواه في موضوع معين او خطيئة وبيقول قصة تعبر عن كده اه مرتبطة يعني حكايات دي مرتبطة برضو بموضوع الخطايا السامعة المميتة وده خلاص كده خلاصة الموضوع اللي هو الكتب اللي اديها عشان يقراها عشان يفهم الجريم عشان كده بقول لحضراتكم اللي هم ايه المجموعة دي هيقرأ لدانتي وهيقرأ حكايات وكتاب تاني متعلق بها وكتاب تاني عن الكاسولويكي فهيقرأ المجموعة دي فهم دماغ القاتل السفاح بقى اللي هو مين جون دو جون دو اللي هو كيفن سبيسي طبعا ده واحد مهوز ديني وقاتل في نفس الوقت بيقول ان انا زي ما تقول بيتهر الناس اللي هي بتقوم بالخطايا السبعة المميتة طبعا المحقق اصلا في الاول مورجان فريمان اما راح لموضوع الرجل الشرح او التخين اللي مات كان هينفجر من كتر الاكل فشراها فبيعجبه بانه يموت يعني جون دو بيعجبه بانه يموت من كتر الاكل كل واحد بيتعاقب بطريقة معينة فبيلاقي ورقة طبعا ومكتوب الشراها وكلام تاني مكتوب عند المحامي جريد وبيستدل من عند المحامي كمان بلوحة كده وبتشوف بقى موضوع بصمات الاصابع وبيوصل لشخص معين وده قطيقة جديدة طبعا القطيقة دي كانت برضو فيها نوع من العذاب كبير ام بي جون دو اللي هو ربطه في السرير وده انه يدي له بقى ادوية وعقاقير ومخدرات وكده عقابا ليه على انه راجل بتاع مخدرات ومختصب دو شايف ان كل واحد لازم يتعاقب بطريقة معينة اللي بيأكل كتير والتخين ده عنده سبب معين وشايف ان دي يعني خطيقة الشراها فهعقبك بانك تاكل حتى الموت واحد تاني المحامي ده جشع هقتله او هيخليه يقتل او يتبح من جسمه يعني زي تجرب بندقية انت هتتبح كمية من لحم جسمك لحد تموت. الورق اللي كان لقاها محقق وعارف بقى ان الموضوع فيه يعني دماغ لقاتل مش سهل او مش مجنون حتى كان بيقولك اللي بربط ما تعملوش على انه مجنون لا ده هو فاهم هو بيعمل ايه. كان مكتوب فيها طويل وصعب هو طريق الخروج من الجحيم الى النور. تعالوا نخش في المواضيع المهمة جدا يعني انا بكلم ناس اللي خلاص شافت الفيلم فما فيش داعي ان انا هحكي كتير في تفاصيل الفيلم. ونخش في النقطة المهمة اللي هي حتى في النهاية كانت محل خلاف. اول حاجة هنقول اه تعريف كده يعني او الموضوع اللي هو جون دو اصلا ايه الدوافع اللي عنده. جون دو مهوز ديني وبيقول ادي رقم واحد ان هو بختار اتنين الناس دي مش ابرياء وبيقوموا بالخطايا السبعة المميتة ويستحقوا العقاب. وقال كمان ان هم يستحقوا مطرقة فوق رأسهم وتوبة اجبارية. وفي المشهد اللي هنجو فين اللي هم دخلوا بقى اكتحموا الشقة بتاعته وعرفوا عن طريق طبعا موضوع الفيدرالي يعني طبعا حاجة غير قانونية بس هم كانوا عرفوا معلومات عن اللي بيرتاد المكتبة وبيبحث عن كتب معينة ووصلوا من الراجل ده بيقرى الكتب دي فوصلوله. هم دخلوا بقى لقى ملفات دي مكتوب فيه ايه برضو من اسباب او دوافعه قال يعني ان هو يا كاد يقيق ساعات او بيتقيق من الحوار مع بعض الناس اللي هي بتتكلم في حوارات تافهة زي الطقس وما كان حصل له ان واحد تكلمه في حوار زي كده. وان هو حاسس ان هو والناس مجموعة من الدماء. وفي حوار شوفناه في الاخر برضو ما بين اه المحقق هنا مورجان فريمان والقاتل جون دو كان حوار مهم جدا قال له يعني انت شايف يا جون ان انت يعني اه اداة من الرب لتنفيذ مشيئاته فبدأ يقول له ان انا قتلت مجموعة من الناس وهم ليسوا ابرياء. يعني كان بربط بيقوله دي مجموعة من الناس الابرياء فطبعا رد عليه بعنفه وقال له ابرياء ايه انت يعني هل تمزح معي محامي جشع بيطلق علينا بيدافع بتوع المخدرات وكذا كذا كذا واحد تاني تأجي المخدرات وعاهرة تنشر امراضها في المجتمع ومش عارف ايه. بدأ بقى يطلع كل اللجواه عن الشخصيات اللي هو اختارها. وقتل مين كمان يعني قتل كمان واحدة يعني مهتم بقى بجمالها وكده واحدة يعني موديل والكلام ده فكان من حاجات البشعة اللي هو عملها فيها برضو ان هو يعني شوه وشها ووديها اختيارين. هو ما 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 اتلهاش بنفسه بالمسدس ده اختيارين التريفون في ايد وحبوب الانتحار في ايد بعد ما شوهها فهي اختارت الموت. وقتل طبعا عاهرة بانه جاب واحد وخلاه يعني يلبس حوالي وسطه زي سكينة كده وينحر فيها كانت برضو من الموتات البشعة. فكمان من اسبابه اللي احنا بتتكلم عنها او ايه دوافعه لالقاتل برضو عن الست اللي هي زي ما قلنا العاهرة بتنشر امراضها فالجميلة دي الامرأة شديدة القبح من الداخل ولا تهتم غير بجمالها من الخارج. كده اول حاجة وتكلمنا عن دوافع جنده المجنون القاتل المختل وطبعا بدافع او بهوس ديني عنده. تعالوا بقى نتكلم عن الشخصيات اول حاجة اه زوجة طبعا كانت يعني عندها مشاكل في مكان المدينة مش عاجبها المدينة اللي هي موجودة فيها دلوقتي القطر اللي بيعود يهز بيتهم علاقتها بزوجها يعني بدأت اه يعني ما عادش هو زي زمان وهي كمان اه حامل ومخبية عليه وكانت اعترفت لمورجان فريمان بالموضوع ده. مورجان فريمان طبعا هو واحد يعني مش متجوز وكانتكلم عن علاقته برضو العاطفية اه زمان هو عاش علاقة بالكلام ده وبيقول يعني هو نفسه قال عن نفسه ان كل اللي بيتعاملوا معايا في المكتب بيكرهوني هو قصية جدة جدا وبيرفض ان حد يخش معايا في العمل يكون مبتدئ او لسه ضعيف في المهنة. وبربيت هو يعني ايه مستهتر الى حد ما ولكن هو زكي في شغله. طبعا الموسيقى كانت اكتر من رائعة في الفيلم. تعالوا نتكلم في الحتة المهمة اللي هي محور التساؤل وهي اهم حاجة في فيلم اصلا هل نجح جندو في مهمته ام لا. هو دلوقتي عمل خمس كرائم وبعد كده راح سلم نفسه بعد ما خلاص حس ان هو تكشف من المخاققين الاتنين. وهي كان عمل اه خمسة يعني فيه خمس اه ضحايا بخمس خطايا مميزة. طب فاضل اتنين هل هو كده فشل لا اخدهم لمكان مجهول. وقال له تعالى انا يعني هكتب عن نفسي اعتراف ان انا اللي عملت كزا وكزا ولكن اخر طلب ليا اعترف عن نفسي بس تعالوا معايا في وسط الصحرى كده في مكان مجهول وجه واحد بتاع تسليم طرود وسلمه طرد معين. شايف الطرد ده هو مورجان فريمان وتفزع وترامل وراء طبعا هو من خلال الحوار استنتجنا ان هي اه راس اه زوجته. زوجة براب بيت. ولكن طبعا ما شفناش ده بعينه. ما حد شايف الراس بعينه. ولكن هو اه ده من خلال الحوار اللي كان بيستفزه به اه اه في الاخر. وهو عمل كل ده لي عايز بقى يضرب عصفورين بحجر في الاخر خالص ان هو هفضله طبعا حاجتين او خاطئتين ممتين لازم يحققوا عشان يقول ان هو عمله ده هيخلت في التاريخ وهيدرس بعد كده ده في دماغه وفي الحوار اللي ضار بينهم في العربية ان هو عايز يعمل عمل اسطوري ويدخلهم معايا في العمل هو جاهز لتغيير خطته. طبعا مورجن فريمان جري وقال لي ميلز اللي هو براب بيت قال له اه توقف ما كزا ما تسمعش الكلام وهو عمل يقول له ايه ده اروحت لامراتك وعملت فيها كزا مش عارف ايه واخدت منها ذكرى وهتلاقيها في الصندوق ده اللي هي راسها. طبعا يعني جري بورجن فريمان وحاول يوقف براب بيت عشان بيقول له ايه ما تقتلوش ان ده كده تخليه انتصر. ليه بقى? لانه هو قال له انا الخطيقة اللي هي الحسد. ان هو كان بيحسد براب بيت على حياته دي حياته العادية متزوج وعنده اسرة والكلام ده. فاتل زوجته. بقال له ايه انا الحسد تكون الغضب. عايز يدرب ايه ايه ادرب اخر خطيقتين مع بعض. هو اللي هو الحسد. وبراب بيت يقتله. فادي الخطيقة الاخيرة وبقى نجح في تنفيذ كلهم على بعض اللي هو باخر واحدة اللي هي الغضب. لان خلاص الشهوة خلصت والكسل والطمع والجشع ويعني كل الخطايا بشكل عام. فكان فاضل الاتنين دول فخبطهم كده في الاخر. وباله هو كده نجح في ناس بتقول ايه ده فشل. تم هو كل واحد خد عقابه بربط ما خدش عقابه وما شفناش في نهاية الفيلم ان يعني هو ياخد ما خدش اعدام مثلا على قتل جون دو. دربوا ست رصاصات بالست خطايا. ست رصاصات ست خطايا. كان فاضل واحد الاكيرة اللي هي الغضب. هل اه تم اعدامه? ما شفناش اولا هو ما خد ما شفناش العقوبة. سمعنا ان مورجان فريمن هيقف معاه. وهل بقى تم عقوبة بربط. خلينا نقول ان اه يعني وجهة النظر بتقول اه يعني اللي عند الناس كلها ان هو جون دو نجح. لان هو استنادا الى ايه في الكلام ده? ان حتى الخطيقة اللي هي كانت بتاعت البرايد اللي هي بتاعت الست الجميلة. مش شرط ان انت العقوبة هي القتل بالرصاص. احيانا بتكون بيسيب لك الاختيار وممكن يكون الاختيار هو الالم. بمعنى ايه? هو مقتلش الست الجميلة. مقتلش المودل دي او الست دي يعني هو اديها اختيارين. هل تقتل نفسك بالحبوب? ولا تعيشي مع المك بانك مشوهة? وتكلم التليفون للمساعدة حد ييجي ساعدك. يعني من دي الاختيارات اهو كان ممكن تعيش. فمش شرط على كل الخطايا ان يتم القتل بالرصاص. طب ما كده ايه عقوبة بربط? يعني الناس عايزة تمشي معها احتمال ان هو العقوبة بتاعته احنا لسه مشوفناهاش وانها مفتوحة فممكن كان يتعاقب من البوليس هو اصلا يعني هيتحقق معايا والكلام بس نعرفش عقوبته هتكون ايه? وناس تقول لا ما خلاص هو كده اخده عقوبته يعني هو بقى متهم بالقتل ومراته وابنه يعني مرته كانت حامل فابنه الجنين كمان مات فقط كل شيء وما اقصى هذه العقوبة في ناس شايف ان دي اقصى عقوبة في كل المجموعة التانية. فيعني انا شفت الرأي التاني وفيشوفت فيه ناس بتتكلم لا جن دو ما نجحش والكلام ده ممكن ما يكونش مقنع جن دو ما نجحش ولا حاجة هو اه يعني عمل عدد من الخطايا ولكن ما شفناش السبعة وهو هما كده الناس دي تكون ربطة دايما ان يحصل قتل مع الخطيئة ولكن مش شرط يعني هي مش علاقة سببية ان انت خطيئة فلازم يحصل اه ضرب نار او جريمة قتل زي ما شفنا ان في حاجات حصلت قبل كده ما كانش فيها القتل بالرصاص حتى الراجل اللي كان مربوط للسرير كان اتساب يعني قاعد طبعا فترة طويلة جدا كان بيعزبه رابطه للسرير ولكن كان اتساب لسه في الروح وقاص عايح بعد كده خلاص يعني ايه بيحتضر ولكن برضو كان بيتساب في الروح فهم الشرط ان عشان نقول ان جون دو نجح او فشل ان نقول اما الفين عقاب بردد ما احنا هو ده عقاب بردد ان هو فقد كل حاجة في حياته ويعني فيه من المعلومات المهمة كمان عن الفيلم اللي كان فيه اكتر من نهاية مطروحة يعني منها ان هو يعني حتى بردد بيت هيقتل جون دو وكمان هيحصل خلاف بين وبين آآ مورجان فريمان آآ وهيدربه كمان هو بالرصاص من احدى النهايات ان اللي هيكون جاي في صندوق الطرد مش موضوع آآ زوجته ولا حاجة ده راس الكلب بتاع بردد بيتساب تانية ان ده مورجان فريمان هيضرب بردد بالرصاص مهم كان فيه اكتر من النهاية انا كنت يعني قريت عن الموضوع ده وكانت نهاية مفاجأة جدا بصراحة ولكن هو استقار على النهاية دي وكانت من اجمل نهايات الافلام. ما زي ما قلنا خلاص كده عرفنا ده اهم حاجات في الفيلم كده احنا تتكلمنا عنها ان هي ايه هي دوافع جون دول الاتل ويطره نجح في مهمته دي ولا لا. كمان تتكلمنا عن ايه هو اللي في الصندوق فطبعا كان فيه ناس في الاول بتقول ده هو كان باعت آآ صورة للراس وهي مقطوعة كان ده ناس بتتكلم عن هذه الموضوع وانا سألت الفعل قتل زوج البرابيت. بيه ناس ممكن تختار وتقول يا ترى ايه اصعب موتة في كل الموتات اللي احنا شفناها نتيجة الخطايا السبعة المميتة. ومن رأيي ان هي بتاعة اللي هي بتاعة العاهرة دي كانت من ابشع الموتات الموجودة. الفكرة رائعة جدا وانك تربطها بقى بموضوع الخطايا السبعة اللي هو زي ما قلنا ليها اصل ديني وليها اصل بموضوع جحيم ده انت وجحيم ده انت نفسه كان طبعا يعني فيه جوه حاجات آآ بتتكلم وقدها من المسيحية وحاجات تانية من اساطير اغرقية تلاقي بقى اه كلب بتلت رؤوس بيعز بالناس اللي هي في غارقة في شهوتها ومش عارف ايه عشان ما تخرجش من المكان بيرجعهم تاني الكلب بقى نيابه وحاجات مفزعة. ومن الحاجات المهمة كمان اللي كانت في الفيلم ان نشوف كان يعني ممكن يكون المجرب يكون بين ايديك وانت ما راحستش كده كان بيصور جون دو نفسه كان في فترة عام المتقمص دوله الصحفي وبيصور برد بيت وبرد بيت عام اللي يمشي يمشي ما تزعيجناش ما عافش ايه هو ده كان جون دو. طيب عن طقيب الفيلم هو عشرة من عشرة وايه ده من اروع الافلام اللي انا شفتها في حياتي. كيفن اس بيسي لكم ان هو ما ظهرش على طول الفيلم ما ظهرش يعني في اه مشاهد كتير زي بحجم برد بيت او مورجن فريمن ولكن هو بصراحة كان تمثيل ممتاز. راجل سايكو بارد متبلد المشاعر شايف ان هو صاحب رسالة وان هو اه مجرد قاتل. جاي طهر الارض برسالة من الرب عشان بيعمله الخطايا السبع المميتة. فيعني هي الفكرة عن شخصية سايكو ولكن مقتنع من جوان هو بيقوم بتطهير العالم. طبعا اخراج عبكري تصوير فوق الممتاز وخصوصا لما شفنا مشاهد الاخيرة اللي هي في الصحراء بقى واللقطات اللي شفناها من فوق بعد ما تم اتلق الضحية. اول حاجات دي كانت زمان محل خلاف اللي هو كان كلام كتير جون دو نجحش جون دو خلاص يعني الاغلب الاعم يعني مجمع على ان ايه دون دو نجح في مهمته. ولكن مورجان فريمان خلاص مش هينتقل او مش هيسيب المكان بتاعه وهيفضل موجود وهيساعد بربت. ورب الفيلم يكون عجبكم. فيلم طبعا رائع جدا واللي مش هفوش اكيد يعني لازم يشوفو. وشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلام.